بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الطلاب وتعالوا بنا في بداية الدرس نتعرف أهداف الدرس حيث يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتلو سورة الواقعة من الآية الأولى حتى الآية السادسة عشر تلاوة صحيحة وفي الهدف الثاني أن يفسر معاني المفردات الجديدة الواردة في الآيات بشكل صحيح وفي الهدف الثالث أن يلخص المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة عزيز الطالب تعال بنا نفتح الكتاب المدرسي صفحة أربعة عشر ونقرأ التهيئة التي بين أيدينا قال تعالى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تدبر الآية الكريمة واستخرج منها أدبا من آداب تلاوة القرآن الكريم أحسنت الإصغاء والإنصات ما رأيكم أن نأتي بآداب أخرى؟ تفضل أحسنت الإخلاص لله تعالى أدب آخر؟ بارك الله فيك الاستعاذة والبسملة في أول التلاوة أعزائنا الطلاب تعالوا بنا نبدأ درسنا بالتعرف على السورة الكريمة فنستعرض البطاقة التعريفية للسورة الكريمة فسورتنا هي سورة الواقعة والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة وهذه السورة سورة مكية عدد آياتها 96 آية واجتملت على ذكر أحوال يوم القيامة وانقسام الناس إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أصحاب اليمين وهم أصحاب الجنة والقسم الثاني أصحاب الشمال وهم أهل النار نعوذ بالله وإياكم منهم والسابقون هؤلاء الأعلى درجة في الجنة نسأل الله تعالى أن نكون من السابقين أعزائنا الطلاب وإليك مني بعض النصائح قبل أن نبدأ بتلاوة السورة الكريمة أولا نضف فمك وجدد وضوءك ثم بعد ذلك استقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة وابدأ بالاستعاذة والبسملة ثم بعد ذلك جدد نيتك لله تعالى أي أخلص نيتك لله تعالى فيما تتلو حتى يكتب الله تعالى لك الأجر ثم استحضر فضل تلاوة القرآن حتى تتنشط وتتحفز لما تفعل بعد ذلك تذكر أن للقرآن هيبة ووقارا فلا تقطع قراءتك بالكلام مع الناس ثم بعد ذلك لا تنسى تحسين صوتك واقرأ بتأنن ولا تستعجل بالقراءة وتدبر الآيات حتى يكتب الله تعالى لك الأجر العظيم عنده يوم القيامة عزيز الطالب تعالى بنا نبدأ بالهدف الأول وهو أن يطلو الطالب سورة الواقعة من الآية الأولى حتى الآية السادسة عشرة تلاوة صحيحة عزيز الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة خمسة عشر وتعالى بنا نتهيأ لتلاوة الآيات الكريمة المقررة من الآية الأولى حتى الآية السادسة عشرة من سورة الواقعة وأول هذه التهيئة هو استماعك بخشوع وتدبر للآيات الكريمة من قارئ متقن قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والآن مع التلاوة النموذجية من فم الشيخ فاستمع وأنصت وتدبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين جزاكم الله خيرا كثيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم هذا أجرا عظيما عنده يوم القيامة عزيزي الطالب أما الآن فأوقف الفيديو ثم قرأ الآيات الكريمة المقررة قراءة كما سمعتها من الشيخ أحسنت بارك الله فيك على محاولتك ولا تنسى أن تكررها مرارا وتكرارا حتى تتقن تلاوتها أكثر فأكثر بارك الله فيكم جميعا عزيزي الطالب وفي ختام الهدف الأول تعال بنا نتقن التلاوة بهذا النشاط لبعض الكلمات القرآنية في الآيات المقررة رجت أحسنت كأني أسمعك تكررها مرات ومرات رجت أحسنت الكلمة الثانية وبست بارك الله فيك الكلمة الثالثة سرر موضونة كرر سرر موضونة بارك الله فيك الكلمة الرابعة ولدان مخلدون كرر أحسنت ولدان مخلدون الكلمة الخامسة لغوا ولا تأثيما كرر لغوا ولا تأثيما بارك الله فيك الكلمة السادسة وفرش أحسنت الكلمة الأخيرة عروبا أترابا كرر عروبا أترابا بارك الله فيكم جميعا ونسأل الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم الأجر أعزائنا الطلاب تعالوا بنا ننتقل للهدف الثاني والهدف الثاني هو أن أحسنت أن يفسر معاني المفردات الجديدة الواردة في الآيات بشكل صحيح بارك الله فيك عزيزي الطالب لا تنسى أن تبقي كتابك المدرسي مفتوحا على صفحة خمسة عشر لنتعرف المفردات الجديدة ومعانيها من يقرأ لنا الكلمة الأولى التي لونت باللون الأحمر تفضل أحسنت رجت أي زلزلت بارك الله فيك الكلمة الثانية أحسنت وبست ما معنى كلمة وبست أي فتت بارك الله فيك الكلمة الثالثة تفضل أحسنت هباء منبثا ما معنى كلمة هباء منبثا أحسنت غبارا متطايرا في الجو الكلمة التي تليها بارك الله فيك ثلة من الأولين ما معنى كلمة ثلة من الأولين أحسنت أحسنت جماعة كثيرة من الأمم الماضية الكلمة الأخيرة من يقرأها لنا تفضل موضونة بارك الله فيك ما معنى كلمة موضونة أحسنت أحسنت منسوجة الكلمة الثانية بست أي فتتت الكلمة الثالثة هباء منبثا ما معنى كلمة هباء منبثا أحسنت غبارا متطايرا في الجو عزيز الطالب ما زلنا نستذكر معاني المفردات التي تعرفنا عليها قبل قليل من يأتي لنا بالكلمة الرابعة تفضل ثلة من الأولين أي أحسنت جماعة كثيرة من الأمم الماضية الكلمة الأخيرة موضونة أي أي منسوجة بالذهب أعزائنا الطلاب وتعالوا بنا نختم درسنا بالهدف الثالث وهو أن يلخص الطالب المعنى الإجمالي للآيات الكريمة المقررة عزيز الطالب يفتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة فيقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا يتناول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى حتى الآية السادسة فيقول إذا قامت القيامة ليس لقيامها أحد يكذب به فهي خافضة لأعداء الله تعالى في النار رافعة لأوليائه الصالحين في الجنة فإذا أذن الله تبارك وتعالى بقيام هذه الساعة حركت الأرض تحريكا شديدا وفتت الجبال تفتيتا دقيقا فصارت غبارا متطايرا في الجو قذرته الريح ثم يذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابعة حتى الآية السادسة عشرة أصناف الخلق عنده يوم القيامة فيقول تبارك وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ومعنى ذلك وكنتم أيها الخلق أصنافا ثلاثة فأصحاب اليمين هم أهل الجنة ما أعظم مكانتهم وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة ما أسوأ حالهم في جهنم ثم يذكر الله تبارك وتعالى أصحاب المكانة الخاصة المقربين منه في الجنة هم أهل المنزلة العالية يدخلها جماعة كثيرة من صدر هذه الأمة أي من أول الإسلام الصحابة والتابعون وغيرهم من أتباع الأنبياء السابقين وقليل من آخر هذه الأمة كل هؤلاء على سرر منسوجة بالذهب متكئين عليها يقابل بعضهم بعضا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقربين أعزائنا الطلاب وفي ختام درسنا تعالوا بنا نسأل السؤال التالي ماذا تعلمنا اليوم من آيات سورة الواقعة فكر قليلا قبل أن تجيب أحسنت الواقعة اسم من أسماء يوم القيامة بارك الله فيك أيضا ما شاء الله تتحدث السورة بشكل رئيس عن يوم القيامة وأحواله جزاك الله خيرا أيضا أحسنت قسمت السورة الناس إلى ثلاثة أصناف أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والمقربون وفي ختام درسنا أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه وإلى اللقاء بكم في الجزء الثاني من سورة الواقعة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته